ونقطة لا قبل ما ننتقلوا لنقطة الموضوع الثاني بغيت ننبه نقطة لإخوة اللي في بلادي والإخوة المغاربة هو أن كنت تكلموا عن التورات المغربية وسيفري كما قلت لكم الناس خصوصاً في الجنوب الغربي اللي عندهم تقاليد مغربية وهذا نظاراً لأنهم كانوا مغاربة قبل أن تقطع فيها فرنسا الآربي من المغرب وتضمها إلى الجزائر الفرنسية كانوا أمر آخر أيضاً هام جداً هو وخصوصاً نوجه نايا الكلام التالي خصوصاً اللي عاشوا فترة السبعينات والثمانينات واللي عاشوا فترة ما بعد فتح الحدود أنا أتذكر في وهران قبل فتح الحدود مثلاً النسوة كانوا عندنا يلبسوا الكسا الحاي بعد فتح الحدود بدأت الجلابة المغربية هي اللي تتطغى ودخلت الجلابة المغربية وأصبحوا الناس يتخلوا عن الكسا ويتخلوا عن الحاي وهذا كلام لا يقدر حتى واحد يكدبني فيه ولا يقول لي رك تنشر مغالطات هذه هي الحقيقة الأمر ما هوش متوقف فقط عند جلابة حتى القفطان مثلاً في وهران مثلاً في الغرب والبرض الجزائري في الأعراس كانوش ينبسوا القفطان هذا المغربي قبل فتح الحدود بشكل كبير كانت قلة اللي كانت تلبسوا لكن بعد فتح الحدود بدأت القفطان المغربي يدخل الجزائر واللي رغم اليوم يسوقوا يقول لك لا هذا القفطان ما رو كان هذا القفطان المغربي والنسوة عندنا النساء عندنا بتويلبسوا القفطان بشكل كبير بعد فتح الحدود سنة 1988 لنباش نوضح الأمور لأن هناك الكثير مثلاً طقوس الأعراس خصوصاً في الغرب الجزائري تغيرت بشكل كبير بعد فتح الحدود سنة 1988 بل وانتشرت بعد الكوتوم مخزاني تقاليد مخزانية نشوفه الأعراس مثلاً في الغرب الجزائري خصوصاً في أهران واللي تكون فيها النقافة مثلاً العادلة العمارية والتقاليد هذه كلها تقاليد مغردية مخزانية تقاليد طقوس ملكية هذه الطقوس ما كانتش عادنا احنا في الجزائر قبل وهذه حقيقة هذه حقيقة يحاول البعض أنه يحرفها ويحاول البعض أنه يكدب وينسب أمور ليه ماهيش متاعه وعلى هذا وعلى هذا فهنا هنا نشوفه نقوله 1988 يعني نقوله أكثر من 33 سنة يعني 34 سنة يعني الناس كتسبوا وحد الثقافة ما كانتش عندهم مقبل ما كانتش عندهم مقبل منتاشرة بشكل كبير حتى في 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 العراس اللي كان قبل في الغرب الجزائري قبل فتح الحدود ولي كان بعد فتح الحدود الأمر تغير بشكل كبير وقع واحد تلاقح وقع واحد اللقاء ما دين كما يقوله الناس بدأت تنقل كيف التخاديسيون بالولائم وكانوا وهدو كلهم بتخاديسيون التخاديسيون كلاس هدو سي تخاديسيون ماروكان تقاليد مغربية وحده هي الحقيقة ليحاول بعض أنهو يشغل يروج لشيء للتقاليد الولائم والأعراس اللي أنا نشوفوهم اليوم خصوصا في الغرب الجزائري في الجزائري العموم هي التقاليد تأثرت كثير بالثقافة المغربية وكل شيء هذا جاب بعد فتح الحدود وهذا النظام الحاكم يخاف من التأثير الكبير من التوراة المغربية على الشعب الجزائري وهي من الأسباب اللي تخليه دايما يرفض أنهو يعاود يفتح الحدود لأن تخيلوا لو كانت الحدود مفتوحة والليمتغلق منذ 1994 إلى يوم إلى هذا كانت الأمور كثيرة تحدث داخل المجتمع الجزائري فيها نوع كبير من التأثر بالثقافة المغربية بقيت هاد نقطة نشيرها البني وطني والإشقائي في المغرب اللي باش يعرفوا الحقيقة منتع هذا التورات اللي هو كثير من التورات اللي نرى نشوفوه اليوم في الجزائر اللي راه مرتبط ما حدث بعد فتح الحدود وكاين اللي مرتبط اللي هو متجدر في جزائري اليوم اللي كانوا مغاربة الأبس قبل قرن وعشرين سنة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة